اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية ولا ننسى بنبحث عن حياة طيبة فلنحيي أنه حياة طيبة حياة فيها استقرار نفسي بدل ما أنت شايفي الناس كده ملتهبة وعلى صفيح ساخن وتلاقي الناس مش هتكلم نفسها والناس مخنوء أو تعبانة وليل خنق معنا كلام ربنا وشفاء لما في الصدور فبقى طوف بحضراتكم في بستان صورة يوسف بنتعلم بعض الدروس والعبر والأمور الجميلة والمشاهد العظيمة اللي جاءت في صورة يوسف قلنا دي صورة مكية أي نزلت قبل الهجرة ربنا بقول إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون يلا يا أصحاب العقول نحن نقص عليك أحسن القصص تعالوا نتعلم وفي آخر سورة بولا قد كان في قصصهم عبرة عندنا مشهد رائع جدا في صورة يوسف خدناه قبل الفاصل ولو تكملة في أواخر الصورة قدام شوية نفس الموضوع إيه المشهدين دول هما مرتبطين ببعض المشهد الأول إن يعقوب فقد حبيب القلب يوسف إخوات يوسف راجعين وجاءوا أباهم عشاء يبكون راجعين بالليل بيعيطه وشيلين أميص يوسف متغرق دم وبيتعللوا بيقولوا دا احنا كنا بنستبق احنا جرينا هو عند الأمتع بتاعتنا إن ذهبنا نستبق وطرقنا يوسف عند متاعنا يعني أنتوا أخدين يوسف بتقولوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب عايزون يلعب معنا وترجعوا تقولوا دا احنا قعدنا جنب الموبايلات والساعات إزاي يعني الموضوع كله كان مليان كد والدم اللي على الأميص كد فخلاص بيقولوله ما بقاش فيه يوسف خلاص كده ما فيش يوسف فيعقوب عليه الصلاة والسلام كان رده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل مش صبر عادي فصبر جميل اتكررت مرتين في سورة يوسف في المشهد دا الأولاني قال فصبر جميل وبعدين يا سيدنا يعقوب يعني خلاص إيه حتي في الملف على الأضاءة دي كده خلاص إزاي يعني هات ولادك حقق معهم واحد واحد طب فين حتة كنتوا بتلعبوا فين أنا أرض أنا مكان طب ودوني طب نتتبع الخيط يعني فصبر جميل يعني هو ما بيحبش يوسف بإزاي يعني بيحبوش إزاي ما بيحبوش دا ألبه من جوه دا ثمرة فؤادة فصبر جميل حتقدر صبر جميل يعني خلاص أمش يفتح الملف الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه أمر صعب أوي وكثيرا ما بيتقلنا بس دا النبي يوسف طب دا سيدنا أيوب مين حيوصل لزي سيدنا أيوب مين زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا هو قصص الأنبياء دا هو ربنا نزلوا لي عشان كل ما نجيل قصة نبي حد يقولك دول الأنبياء هنروح فين إحنا في الأنبياء طب ما ربنا اللي أمرنا لاقتداء بالأنبياء وليك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى اقتفي أثرهم يعني وحذو حذوهم مشوراهم طيب فإذا المشهد الأول سيدنا عقوب يقول فصبر جميل يعني صبر جميل يعني صبر لا شكوى معه خلاص إيه دا لا إزاي سيدنا عقوب كلنا كلنا هنكلم سيدنا عقوب قال إزاي سيدنا عقوب قال والله المستعين أنا بستعين بربنا أنا هو رأى عقوب أنه أجمل وسيلة لحل هذه المشكلة أنه يرفع الملف لمولاه وقول له نحلل أنت المشكلة يا رب طيب ركزنا في المشهد دا يوسف ضاع كده منه خلاص تمر الأيام بقى والأحداث والشهور والسنين سنين بقى سنين سنين لحد ما يوسف علي الصلاة والسلام يخرج من السجن في الرؤية اللي الملك شفها السمع بقرات سمان اللي بيأكلهن سبع انعجاف وسبع سمبلات خضر وأخرى يابسات وأولها يوسف والملك قال أستخلصه لنفسي ويوسف بقى على خزائن الأرض وكلمة خزائن الأرض دي قال اجعلني على خزائن الأرض مش خزائن الكرة الأرضية خزائن الأرض دي المقصود بيها مصر دي خزائن الأرض حتى هو بيكلمه عن مصر يعني يعني بيكلم مثلا عن بلاد الشام ولا على بلاد المغرب العربي ولا بيكلم عن لا هو بيكلم عن مصر قال اجعلني على خزائن الأرض وبقى على خزائن الأرض لما حدثت المجاعة بقى والمشكلة أزمة اقتصادية في بلاد الشام فكروا ايه هناك بقى في فلسطين فكروا يروحوا خزائن الأرض عايزين حبوب عايزين طعام منين الطعام ييجي يا جماعة قالوا من خزائن الأرض مصر يلا نسفر مصر فجاء اخوة يوسف لما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون هما ما يعرفوش عز بقى يعرفو منين ده فانتوا ايه قصتكم قالوا احنا احنا ولاد نبي وابونا اسمه يعقوب واحنا احنا كنا اتناشر بقنا احداشر قال احداشر بس انت وعشرة قالوا لأ ما لنا اخ من ابينا اوه هناك قال لأ ايتوني باخ لكم من ابيكم هتهولي فإن لم تأتوني به فلا كيلة لكم عندي ولا تقربون اصلا اخونا اللي من الاب ده احنا مش هنقدر نجيبه اصلا اللي هو اخو يوصف بقى اللي هو اشقيق يوصف قال لا ده لازم يجي اخد حقه فإن لم تأتوني به فلا كيلة لكم عندي تقوليش بقى مفيش لقمحو ولا مفيش ولا تقربون قالوا سنراودوا عنه ابا طيب هنروح نتناقش معه نتفاوض معه وإننا لفاعلون هنحاول نقنعه أمور رجعه لسيدنا يعقوب بقى فسيدنا يوسف أمر انه الحاجات هم كانوا بيعملوا ما يعرف بالمقيدة يعني ايه المقيدة هم يدولوا سلعة وياخدوا مكانها الحبوب سيدنا يوسف قال لهم لا رجعوا الحاجة بتاعته مش هياخد منهم حاجة هو حيتصدق عليهم يا تخيل انك ترع تشتري شوية حبوب وجبنة مش عادي في ايه فتلاقي صاحب المحال يقول لك مش هناخد منك فلوس طب ازاي فرقى رجعوا الى ابيهم قالوا لا ارسلهم معنا وعشان ناخد ونزددوا كيلة بعير ما تقلقش نميروا اهلنا المير اللي هي الحبوب يعني ونحفظوا اخانا اللي هو ابن يمين ده لاخهم لابيهم يعني ونزددوا كيلة بعير طب انت انت هم بيكلموا سيدنا يا عقوب فتحوا الجرح القديم طب يوسف قال هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيهم من قبل قالوا بجدتوا ضيعتوا قبل كده قالوا له لا ده حاجة قالوا له لا والله العظيم وهنعم الحافظ علي والله العظيم ما انفرطي والله العظيم فلما آتوه موثقهم وحلفوله بقى مش ممكن يستحي والله العظيم ما انفرطي ابدا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل خلص وبعدين بقى نصحهم بقى بعض النصائح بقى ما شاء الله شباب زي الورد طول فعرض ولاد نبي قال لهم يا بنية لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقة ليه سيدنا يعقوب عقدته سليم قال لهم وما اغني عنكم من الله من شيء لا المقدر مقدر بس احنا بناخد بالاسباب يعني ها يعني تبقواش اخوات كده اربع خمس رجالة دخلين كده لا يعني تفرقوا وهم بقى مش اربع خمس رجالة دول ما شاء الله لحظة وشر يا بنية ذهبوا خلاص بقى لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقة جميل راحوا دخلوا على سيدنا يوسف قاوى اليه اخا ام جاب اخوه على جنب كده قال له اني انا اخوك فلا تبتأس ما تقلقش وما تخافش فسيدنا يوسف بقى عايز ما يرجعش من يمين لبلاد الشام عايز يقعدوا معا في مصر اخوش ايقوا طب يقعدوا ازاي يقعدوا ازاي ها هنعمل ايه في الموضوع ده فربنا سبحانه وتعالى الهماء سيدنا يوسف حيلة كده يعملها عشان يقعد اخوه معاك والقرآن كان واضح في المسألة دي ايه الحيلة دي تصواع الملك المكيال ده يحط في رحل اخيه المتاع بتاع اخيه وبعدين لما خدوا الحبوب بقى والجمال بتاعتهم ويلا اقوموا الجمال عشان نمشي ولما انطلقوا خده قال لهم استنوا استنوا ايها العير انكم لسارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا صواع الملك انا مش لقيين صواع الملك ودورنا عليه مش لقيينه قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمله بعير شوف يا اخي الخطة خطة محكمة بيقولهم ايه بصوا اللي هيطلعه له حمل جمل زيادة وانا به زعيم قالوا طالله لقد علمتم ما جئنا لنفسده في الارض وما كنا سارقين اتقلتوا بتقولوا ده مش ممكن احنا هولاد نبي مش ممكن نسرق قالوا هنفتش قالوا فتش طب لو لا اناف مع حد فيكو قالوا خدوا بقى يخدم عندك يقعد هنا فبدأ يفتش الانتعب تاعتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخي خطة ما تخرش الميا شوف ازاي ثم استخرجها من وعاء اخي اللي هو بن يمين القرآن بقول ليه كذلك كدنا ليوسف الخطة ديت يوسف لا دخل له بها الا التنفيز هو نفذ انما الفكرة من عند الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله هذا كله بمشي اطرب بنا نرفع درجات ما نشاء هم بقى هم حلفين ايمانات لابيهم يعقوب وقالوله ما تقلاش واحنا هنحفظ عليه وقال لابن يمين ده والله لنرجعه لك فدخلوا لسيدنا يوسف قالوله طب بص خذ احدنا مكانا ايها العزيز ايها العزيز نعم قالوا ان له ابا شيخا كبيرا كان سيدنا يعقوب ابيضت عينه من الحزن على يوسف شوف ازاي قالوله ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا ان نراك من المحسنين رد يوسف قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون ده يبقى ظلم ده لا احنا مش هناخد اللي لقينا الصواعي عنده لما استيقسوا منه حولوا مع يوسف مرة واثنين وثلاثة مع العزيز ما ادروش خلصوا نجيا ركنوا على جنب كده وبيناجوا بعض الكلام مع بعض ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله بس مش عارفين ان احنا حالفين عزيز تقول لك ده ان حالف على المصحف عارفوا يقول لك كده ألم تعلموا ان اباكم هم بيكلموا بعض مناجاء سرا يعني ما حاجش سامع ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف ده ما اللي بيكلم الكبير بتاعه فبقولي فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم انا هاعد هنا انا مش هسيب من يمين انا هاعد هنا الكبير انا هاعد هنا ارجعوا الى ابيكم فقلوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ما كناش نعرف ما انا عرفش الموضوع وعشان هما في اللقطة دي بقى هما بيكلموا بمنتهى الصدق بقى يعني هما نمشي داخل في الموضوع ده خالص واسأل القرية التي كنا فيها القرية بالمناسبة القرية دي جماد يعني اسأل القرية يعني خش اسأل الحطان حاسأل البيوت حاسأل الشجر اي واسأل اهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبل اسأل كل الناس اسأل الدنيا كلها وانا لصادقون في الاخر بيختموا الكلام بتاعهم مش بقى زمان قالول وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هنا بيقولول وانا لصادقون ام قال ايه بقى سيدنا يعقوب بل سولت لكم انفسكم امرا تاني المشهد كأنه بيتكرر اهم فصبر جميل زمان قال لهم فصبر جميل عشان يوسف والله المستعان على ما تصفون انا انا بطلب المعونة والمدد من ربنا وربنا يحلل المشكلة ام ابنه التاني اتاخد اللي هو ابن يمين ومعاه اخوك كبير ما اخوك كبير مرداش يرجع قال لهم لا 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 لنقب راح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خيره الحاكم ما مقدرش يرجع لابويا ارجع اقول له ايه شوف فسيدنا يعقوب لما ولاده بقى رجعوله كان بقوا تسعة اللي راجعين له تسعة واللي في مصر يوسف اللي ما لسه ما يعرفوش عنه حاجة وبن يمين اخو يوسف والابن الكبير اللي قال لنقب راح الارض حتى يأذن لي ابي فلما راجعوا لي عقوب قالوا له المشهد والله دا حصل كذا وان ابنك سرق ما قلوش بقى ان اخونا ابنك ان ابنك سرق شوف ازاي واسأل مين واسأل مين واسأل اللي كانوا معانا واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل ما كان هناك صبر جميل واستعانى بربنا هنا صبر جميل هو طول عمره صابر تيجي المنحة بقى فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا ايه دا بقى اسمه ايه دا بقى دا اليقين يا حضرات اليقين والامل والتفاؤل اللي بييجي مع الصبر عشان كده ابنتين من الله يرحموه بيقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين تبقى إمام ربنا ينور لك طريقك وما تحتكش الحد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا اه صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون عنده يقين فربنا ففي اللقطة التانية زاد على صبره الجميل اللي من أيام زمان يعني هنا برضو ألف صبر جميل قال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم والحكيم انا عندي يقين فربنا مش انه هيجب لبن يمين اللي انتو خدتوه وضيعتوه زي اخو زمان لا هيجب لبن يمين وهيجب لي يوسف وهيجب الكبير اللي قاعدناك مع بن يمين عسى الله ان يأتيني بهم جميعا على اعتبار بهم انهم التلاتة ولو قلنا ان هو يقصد لاتنين يوسف اخو بن يمين الاشقاء برضو لغوية تمشي لانه في اللغة العربية ممكن نطلق على المثنى جمع شوف ازاي بتدعي اتنين ميتين رحنا الجامع نصلي فقالك ده فيه جنازة اتنين اتنين ميتين هنصلي على اتنين فانا ممكن انا بصلي رجلين هما مثلا اقول ايه اللهم اغفر لهما وارحمهما واعفو عنهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما ماش كده المثنى وممكن اقولها بصيغة الجمع انه الجمع اتنين فصاعدا ممكن الله اغفر لهم وارحمهم يقول لي لهم ده هما اتنين بس اقول له اه اقل الجمع اتنين القرآن في صورة النساء يقول لي فان كان له اخوة اخوة فلأمه السدس اه الام تاخد السدس لو الميت لخوات اخوة دي في قانون المواريث تبدأ من اتنين شوف ازاي فهل سيدنا يعقوب يقصد عصر الله ان يأتيني بهم يوسف وبن يمين ممكن ولا يقصد يوسف وبن يمين واخومه الكبير برضو وارد انه هو العليم الحقيق وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف انت ريست فاكر يوسف يا سيدنا يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تا تا دا قسم تقول والله بالله تالله حرف القسم ثلاثة الوا والباء والتا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين برضو عنده يقين قال انما اشك بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم تعالوا نطلع لفاصل ونشوف ما نتيجة هذا الصبر الجميل وكيف يصل الانسان احنا لسه ما تكلمناش في الصبر الشوية بس احنا جبنا مشهدين من الصورة دلوقتي الصبر الاولاني برضو كان كان جميل اللي بدأ بيه عقوب ومعالي استعانة بمولاه الصبر الثاني قال لهم فصبر جميل ولما اشتدت المحن كان فقد ولد واحد بقوا اتنين والكبير معاهم زاد يقينه بالله اشتركوا في القناة